السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي مشاهدي قناة اكل اف اغ اعلان بكم في فيديو جديد وفي درسي جديد درس اليوم سيكون بحول الله حول جمع الاعداد الكسرية جمع الاعداد الكسرية اذا قبل بداية بداية في انجاز هذا التمرين لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الزر جرس ليصلكم كل يوم فيديو جديد على الساعة السابعة مساء اخترت السابعة ليكون الكل ان شاء الله في بيته وينجز تمارنا لا تنسوا ولا تفوتوا الفرصة كل يوم فيديو جديد على الساعة السابعة مساء اذا نبدأ على بركة الله بالعدد الاول اذا لاحظوا معي في العدد الاول لدينا واحد على ثلاثة زائد واحد على ثلاثة إذن هذا الأعداد اللي فوق السطر هذا يسمى الكسر هذا يسمى البسطة يسمى البسطة وهذا يسمى المقام يسمى المقام لاحظوا معي إذن قلنا هذا الأعداد اللي كتكون الفوق هذا فايكت تسمى البسطة وهنا للأسفل لأسفل الخط دي الكسر تسمى المقام إذن أعزائي مشاهدي قناة إكو الأفاغ دائما نلاحظ هنا نفس البسط ونفس المقام أنا لا يهمني البسط البسط كيف ما بغي يكون يكون لا أكترت لي المقام عفوا للبسط أنا ما يهمني هو المقام هو نفس المقام إذن سأحتفظ به ثلاثة وأجمع البسطين 1 زائد 1 تساوي 2 على ثلاثة تساوي 2 على ثلاثة تفهمنا؟ إذن أنا عندي نفس المقام سأحتفظ به نفس المقام سأضع نفس المقام البسطين هم اللي سنجمعهم البسط سنجمعهم مع البسط نزيد ونكملوا العملية الثانية عندي 2 على 6 زائد 3 على 6 لاحظوا معي أنني عندي نفس المقام نفس المقام عندي نفس المقام هنا البسط عندي مختلف إذن أنا نحتفظ به نفس المقام عندي المقام نفسه نحتفظ به لهوسة هذا هو الأساس في جمع الأعداد الكسرية هو أنني سيكون عندي المقام مو موحد أنا أجد لكم التمرين هذا لكي نظركهم على نفس المقام دائما المقام سيكون نفسه سافي؟ أنا لدينا السنة لأنني أنا عندي 6 وهناي عندي 6 هنا عندي 3 و أنا عندي 3 إذن عندي نفس المقام لنحتفظ به هنا عندي نفس المقام إذن نحتفظ به ثم أضيف 2 زائد 3 تساوي كم؟ 5 على 6 تساوي 5 على 6 نعم نمر إلى العملية أخرى لدينا 5 على 9 زائد 2 على 9 5 على 9 زائد 2 على 9 لاحظوا معي المقام المقام فهو نفس المقام نفس المقام نفس المقام اللي هو 9 إذن سأحتفظ بنفس المقام اللي هو 9 ثم أضيف 5 زائد 2 2 تساوي 7 على 9 نعم تساوي 7 على 9 إذن لدينا هنا أيضا 2 على 5 زائد 1 على 5 2 على 5 زائد 1 على 5 لاحظ معي شنو هذه القرر أنا عندي نفس المقام نفس المقام إذن سأحتفظ بنفس المقام اللي هو 5 ثم أضيف 2 زائد 1 أجمع البسطين صافي أتعطينا 3 و 3 على 5 نعم نمر إلى الأعداد الأخرى نفسه دائما عندي نفس المقام ما اللي يكون عندي نفس المقام نعم سأضع نفس المقام نفسه نفس المقام ثم أجمع البسط مع البسط 1 زائد 3 تساوي كم تساوي 4 على 2 وإذا أريد أن نختزل 4 على 2 هي 2 لا أريد أن أجعلها على شكل عدد كسر هنا عندي 7 هنا عندي 7 سأكون عندي نفس المقام الذي هو 7 سأجمع البسط ثلاثة زائد 2 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 تساوي ثلاثة زائد 2 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 ثلاثة 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 ثلا� 3 على 5 ثم أضع ثم أضع 3 على كم تساوي الأنilleurs ثم واحد المقام الثاني هي ثلاثة على ستة زائد واحد على ستة المقام هو السة اللي انا ومناه بحال بحال نفس المقام إذا ستة ماذا نقول؟ نضع ثلاثة زائد واحد تساوي أربعة على ستة إذا أربعة على ستة سبعة على اثنى عشر زائد ثلاثة على اثنى عشر سأحتفظ بنفس المقام الوامن إثنى عشر ثم أضع سبعة زائد ثلاثة كما συνثفة تساوي قم يhoraد عشرة على اثنى عشر وعدد الس луч كانجم إثنان على ثلاثة إثنان على ثلاثة سايد أربعة على ثلاثة قلنا لأننا بتراض مقامام هائي relocation اثنان اه اثنان زائد ماذا زائد اربعة تساوي تساوي ماذا اه تساوي ستة على على ثلاثة اذا صافي اذا نتمنى ان كل فيديو مفهوم قلنا ان القاعدة عندما يكون لدي نفس المقام نحتفظ بنفس المقام مثلا عندي سبعة مثلا سبعة على خمسة زائد اربعة على خمسة تساوي اذا انا ساحتفظ بنفس المقام اللي هو خمسة شنو هنجمع غنجمع البسطين ساجمع البسطين سبعة زائد اربعة تساوي ماذا تساوي احدى عشر على على خمسة مثلا عملية اخرى عندي اثنان على ثلاثون زائد واحد على ثلاثون ماذا سافعل ساحتفظ بنفس المقام اللي هو ثلاثين صافي واجمع البسطين إثنان زائد واحد تساوي كم تساوي ثلاثة على ثلاثون صف إذا هنا المقام موحد نحتفظ إذا كان لدينا عددين كسريين لهما نفس المقام نحتفظ بنفس المقام ونجمع البسطين لاحظ معي نكسب القاعدة هنا لاحظوا معي نعم إذا كان لدينا جمع عددين كسريين لهما نفس المقام ما معنى نفس المقام يعني هذي يكون عندهم بحال بحال هنا عندي واحدة على اثنان ونثلاثة على اثنان نفس المقام ماذا نفعل نحتفظ نحتفظ بنفس المقام ونجمع البسطين ونجمع ماذا البسطين فيلم البسطين وما هذا نحتفظ باثنان ياك هايا اثنان وجمعنا واحد زائد ثلاثة عزيزي مشاهدين قناة اكل اف اخ اهلا بكم لا تنسوا الشراكة في القناة ودعمنا ودعمنا ضمتم في امان الله والا الفيديو المقبل ان شاء الله في الوديو المقبل ان شاء الله سنخصص ايضا للقاعدة الكسرية ولكن ما هيكونش عندنا نفس المقام ممكن ان نديروا فيديو تاني نفس المقام باش اننا نترسخ لنا مزيان اه وممكن اننا نديروا فيديو اخر دائما سنبقى في الاعداد الكسرية لا تفوت الفرصة دائما على الساعة السابعة مساء عندمتم في امان الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة